الزواج هو مشروع جل شخصين تيخدموا عليه وكل طرف تيذير اللي يفجدوا باش انه ينشحوا ذلك شي باش كنختارو شريك او اللي شريك تحياتنا بعناية غير هو كيلك يتغرب البدايات وما يقدرش يعرف باللي ذاك الشخص يقدر يتبدل عليه حتى يتفاجأ مع مرور الوقت وهنا ما تيبقى عندك ما تدري من غير انك تستسلمي او لتغيري ذاك الحاضر حكايتنا اليوم ربما غدي نستبدو انه ماشي اي مشكلة في علاقتنا اللي حل ديرها هو تلعق حلقتنا الليلة جد مهم في هالعبرة اللي غادي نستبدوها ما تمشو فين بقاو معها سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير الامور تلكم هانية واحوالكم طيبة المؤنسة ديالكم كيف العادة جات باش انها تونسكم في الواحدة ديالكم تبتلكم قصة اللي فيها عبرة كل مرة فخير ما تتعطلش عليكم اكثر لكن قبل ما تنسوش انكم تغطو لها دير الاعجاب لما تكلفكم تشي مشهود ونقولوا باسم الله يلا لنبدأ انا احسن كبرت وسط عائلة بسيطة جدا وبعلاقة الحال وطلب معاشو امي مسكينة تضرب علينا تمارا احنا بنا الربعات ديال الولاد انا بنت وسط منهم امي ضربت علينا تمارا الجفاف وسمعت علينا الهضرة ارادوك بناتك سيخرجوا للطريق كما علي انا واختي سيخرجوا لك حاشية سيخرجوا لك على الطريق ولكن الحمد لله ربتنا احسن تربية والقلب الصافي وكبرنا احنانات على بضياتنا زوجة اختي الكبيرة وتبعوها اخوتي الاخرين الداري وبقت غير انا في عمر 15 سنة كنت كان دوي مع واحد داري وراكم عارفين السنة المراهقة وذيك القصة نتعك تبغيني وكان بغيك تعلقت به ووقعه مشاكل قالي اياه تصل السيل القانوني نجي نخطبك عرفني على مو واخته وعمرت به راسي وقلت هذا هو اللي غادي نديه طب معني في الكثير الحويج كنت تلاقيت به مرة واحدة ومعانا صاحبتي وغير بالسلام السلام ومشيت للدار عمرني ما تلاقيت معه ولا ممشيت معه بقيت كان دوي معه حتى الواحد النهار قال لي يا الله يعونك بنت الناس ولو اني زعم عمر ما كانت ما بناتنا شي حاجة كنا كنا نضروف حتى وعرفني على والده وبدع لي صبري بذي ما وصلت للسيل القانوني وانا غادي نشوف واحد داري نتع والي دي تحت وغادي نخطبك وغادي نتوجه قلت هذا هو الراجل قالت واحد النهار تسيوليا اسمحي لي يا أختي حسان ما بقيتش لايقاليا انا مرض وسيل مراهقة والعقل ما كانش مشي تزيت واحد الفاني دعنا في الدار وشربته وصخفت لي هوم وخرجت لي الكشكوشا مفمي في الدارنا بقى ويقولوا لي غير ما عرت هذي ملاء هزوني الصبيطار وداروا لي غاسل المعيدة الوليدة ديالي كتبكي وكل شي تيقول هذي الموت بقيت تحت المراقبة حتى وعيد ولكن تشي حد ما كان عارف السبب ديال ليش درت هذي شي المهم ابقيت عرفت عليه والو حتى هو كذلك تقطعت العلاقة معه ولكن بقيت ما بيني وما بين خطوة علاقة تعاني كندوي معها الوليدة ديالي سولتني ملكي كنت لغير الأعصاب ما بايتش نقول لهم الحقيقة ولو ذيك الفترة كانوا عارفين باللي أنه كينا شي حاجة في هذا الموضوع ومع هذه الفترة كنت فيها عند خسيف المدينة في المزوجة فشو اللي تبه خير رجعت المدينتي وحد نار خرجانة وصاحب دينت خرم معها كان العيد أنا ذاك وقلت لي الله معي المحل المتخدم نريد الساك إذري هذا الفترة وست صدر من المحل ولكن الحمد لله لديك المز وجود وتروايشها وقد ر agedouseها وقلت لي أين يتعاق قلت لي البح Perhaps أيها البحلم قلت لي creatures وقلت لي خرجت ذاك وهمésced وقامت المزوج me قلت لها مرحبا قلت لي ما حال في عمرك أنا ذاك كانت عندي 16 سنة بقيت تنظر معاه وقلت لها المالي الدار بقيت علاقتي معاه هاكاك مرة مرة كنت كنت تلاقى به وفي خبار الواليدة لي السيد كان مهالي فيها وطبيعة الحال لم يكن كنت 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 تدير معاه شي حرام غير كنت كنت شوفه وصف كانت أي حاجة بغيتها يجيبها لي مهالي فيها بسبب تتسكن من المحل دياله وحد الوقت ما عرفش نوترالية ولكن أنا تقلبت عليه وما بقيش كنشوف عليه الضوء وخصوصا من ديك الفترة اللي كان غادي يجيب والديه ولكن تقلبت عليه وما تليد شو بغيته بدك يبكي وكيدل كيصوني شو ندرت ليك إحسان وأنا راني باغيك المعقول وانت ضحكت علي وتفليتي عليها خمش شهور وانت شداني قلت لاني ما عرفش هفلان مالي أنا مبخيت شو باغاك ولو هو مدار لي يواله قطعت علاقتي به نهائيا كيتصل بالواليدة وبقيتها بعني وقالت لي يا مالك راسي اللي عمرها دار هذره ولد الناس وراني رتحيت ليه معاك بدلت النمراء ومي قلت لي ما عندي ما ندير ليكا ولدي راهيه ما عرفش هش نطرة لها فهذه الفترة غادي نتعرف على واحد السيد اللي شافني وبغاني ولسقني لسقها واحدة منها نخلاق قالوا لي دارهم لا الدريرة بقى صغيرة يلا عندها 16 عام قال لي هم لا وهلو منها نخلاق وانا را كان بغيها وكان متعليها وانا 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 تسمعوه تقولوا هذا هو الراجل لسقني لسقها واحدة وانا بقيت كانت تعجب كيفاش بغاني لها الدرجة تعرفت علي هو كان خدام في مدينة واحدة اخرى كل مرة كيدوي ليه ويبقى شاد معي الهضرة بثلاثة دسواع بربعة وفين مامشا كيدوي ليه كيعيط ليه فعلا طيحني ديال بالصح وكيدر لي بحل شي بيضا وتيصفت ليه في الفلوس لقيت فيه الحب والحنان والتتعلق به ولكيبا اللي غير هو جابش انا لا ندره الخطبة شو هادي نقول لكم قاسما بالله الناس اللي شافوه حضروا لك شي قالوا لي سعداتك والتي كانت وصلني الهضرة كيفاش هي غير برهوشة وجهة بحال هذا علمان انه كبر مني بخمستاشل سنة ما منك يا كاد هوات كيف دايرين وصاك عمر بالسخاطة وشكلة غير الماركات والحويش المهم تهله فيه قدرت الخطبة اللي كانت بسيطة ولكن جاب يديه عامرين ما شاء الله تعلقت بدك السيد واللي تكن بغيه وتنخرجه وتيوريني غير الحويش زوينة وكيدت تعمل معي غير ببطل مزيان الواحد الدرجة اللي هي خيالية قدرنا الخطبة وقلنا غادي نديرو العقد وانا ذاك ما زال ما وصلتش للسيل القانوني ديالعقد قال لي ماشي مشكيل انا عندي المعارف المهم شي ناط لها بط ضغيه اعطونا الموافقة ما دوزنا حتى عمى بالعلاقة والعقل اشي ست شهور السيد كبر بيه وعطاني صداق زوين وشري اليد هزكي فاش داير وفصلي يتفاصل سافرنا انا ويا ودوزنا وقت زوين وفرحني وطرت بالفرحة دانيل بلايس واعرين المهم خلاني نقول هذا هو الرجل اللي سهل انني نكمل مع حياتي انا ذاك كنت رس 17 سنة بقينا 4 شهور قدرنا العرس وعاوني ثاني ش منك يدفوع وعاوني في العرس حيتش عرف دارنا بانهم علاقة الحال ولكن ما قصروا حتى هم مساكن وفرحوني بالعرس سلال العرس وزيت راسي ومشيط لداري عند زوج الاحلام ديالي سبوع الاول ثاني ضحكين ناشطين خارجين واكلين على بره والحياة السعيدة بدأت ديك الفطرة وحملت وما كنتش عارفة فبدأوا المشاكل ما بينه وبينه سيد داكي غوت عليها وتي ضربني الزيت راسي غضبت وانا مازال بقى عروسة ولحنا مازال في الدية مشيت لدارنا وهنا فينا غادي نكتشف باللي انني حاملة ودخلوا الوالدين ودارنا وتصلحنا ورجعت لداري بقيت هكاك وصراحة كان مالي فيه فطرة الحمالة واللي بغيتها هي جبالية ويديني عند احسن طبيب وليت في احسن كلينيك في المدينة اللي انا فيها تهلا فيه وكبر بيه وجابت دبيحة وشري اللي يحويج النفاس المهم تقدم كل شي الناس اللي غادي باركوليه كل شي يقول حيحسان هي اللي مزورة ومهلي فيها وملبسها ورجعنا لعادتنا غير كيوقع شي مشكل كان صنين لدارنا ودارهم وكان نهز بنتي وكان رجع لدارنا وبقينا ديما المشاكل شهرين وشهرين احنا نضاربين قدام عائلتي كيدير لي كيف الأميرة حتي يقولوا لي ركنتي اللي خيبة وماشي هو ومنين كنا نويا تيبدأ يعيرهم لي وتي عير لي في خوتي وما تيحترمنيش وانتي يبقى علي غير بالكلام من الصنطة لتحت دوزع لي الجحيم نهار نكون معاه مزيان سأعرفوا من المورها مضاربين عاوتاني حملت بحمالة لي ما نكدبش عليكم ما كونش باغاها وانا ما عارفاش نضو مشاكل وصداع ونضتم ضربة كبيرة وطلبت الطلاق ما بغيرش نرجع معاه ووقفوا معي واليدي وقالوا لي انتي اللي تعارفي ديك الفترات هاني فاش غضبت لقي طراتي حاملة شو غادي نقول لكم؟ بكيت حتى مشيت نحماق ومعرفت ما ندير نزلت كرامتي واتصلت به وكتلي فلان راني حاملة وفرح وعجبوا الحال قالها لدارهم وارجعوني واحد نارونا عند موف دارها نقشت معها قدامها وقد كانت تلي ممزينة شو نخصك؟ تلي خيبة ووكلة لابسها وولدها في أحسن كلينيك بدأت تنقص مني وكتخص ماليا هو اذا كان شي نقاش بالعاني يكبروا قدام دارهم باشي بيين راسهم عاوساني في هذه الحمالة كيف اللولا ما منقصني منوالو وشدلي الخطر غير انا تان ولد كي تقلب علي ذاكسيد ومتان عارفش مالو خصوصا في الشي قربو العواشر ما انا مدوزهم كيف الناس ما حلتي ليه ما حلتي اللي عدوزة لمحرفي العيشة ما عارفش ذاكسيد شنو عندو شنو السبب بعض المرات تقولي هذا هو الراجل منو ما نخلاق كيفش كيت تعمل معايا ويضحك معايا وبعض المرات كنشك وشدلي تتوش به النهار اللول صراحة عني انا ممخصة منوالو انا انسان مهاليا فراسي فضاري فولادي من القيار كانية كان سليش وليك اندخل كندووش وكلبس وديما فكراه دير لبك ودير ممك ولكن السيد في الحسابات كي اعتني ادرها ماذا يخرجها مني فين درتها انا يلا اعطيتها لك هو كي يتقدى وكي يجيب اللي خاص اذا جاءوا الناس يتقدى لهم ولكن قبل ما يدير ذاك الحاجة تبقى ينقر غير سليدك تقضي يبقى فين هو الزيت تضغية سليتيه وشك تشربيه مال هدي سالات وهدي سالات شو كدير بهم اي حاجة وابسطها يتحاسب فيها ويقول لك فين مشاو شو كدير بهم وشك تصفتهم الوليدك هكا حياتي معاه كنصبر تنحكها في قلبي وتنقلس وكنسكت وكنقول عندي ولدات خاصني نسكتهم نحضر راسي هو فاش يشوفني تنسكت عندما يجهل ويعجبه راسه يقول انا حاكمها انكذبش عليكم تيقتل نعصى ولكن وحدى فيها وحدى فيه ما بقيش قدى انني نحدى الراسي ونسكت هو يعاير وانا نعاير ماشي حياتيش انا ما مربيش ولكن ما يحقرنيش وانا ما دير اوالو ويضرب فيها على ابسط حاجة هو فاش يضربني تبقى يقول يا انا بغيك تحضرين راسي وتسكتي تقول لي مستحيل تحطى على يديك ونسكت رضقة فيه وفيك حتى نشوفوا ما يحجم تضربني حتى نطلع على الموت ما مره ما زوج مؤخرا وانا نسكت وانا غضب في دارنا ووالدية لا تجعلوني ايش نرجع غير هو تيجي يبقى يطلب وانا نعود نمشي وانا تكرر نفس الحاجة حتى عييت وانا من جديد كان ضرب انا وياه هو يضرب وانا نضرب ولدي وانا يخافوا ويتخلعوا فاش يشوفوا اباهم تضربني خصوصا اذك الصغير اما الكبير يجي منه اذا ابا يضربني هو يجي يعمل فيها اما الصغير لا اذا ضربني كيه السنطرة ويبدأ يقول لي خلي ما مبعد منها ما تضربهاش ويجي عندي ويعنقني انا صراحة وستعد الشي كله ما بغيتش ولادي تتأثروا بهذا المشاكل حيث عش نفس الحياة اللي كان عيشها اليوم عشتها امي من قبل وكنا كنشوفوها فاش كنكيدوز علي ابا منين عندي 16 العام ليومينا اليوم عندي 26 سنة وانا تنهيش العصا وسبان وقلت الاذب انسان واعي وقاري وبالديبلوماد يجعلو اوخ الدام في البوصل اللي هو واعر ولكن مستوى اللي هو الذي ترفيق ويضربك بأي حاجة نهي نخرج معه ونظره ما تنفرحش من قلبي حيش عارفة بلي انه ذاك النهار اللي خرجت فيه او ذاك الاسبوع اللي سافرت فيه تابع الجحيم من معاناة وعصة وسبان وإهانة ما تنفرحش للمناسبات اللي جايين حيش فاش نقول لي خاص حتى كنوضو قبل ما يعطيك يستفزك يخرجها منك وتبقى يتبع عليها عادي له حاليك كنسكت ونحكها في قلبي ونشدها ونقول شو غادي ندير ذاك الحاجة خاصة اولاده صراحة مهلي فيهم تقرأوا في احسن مدارس في البلصة في نساكنين ومهلي فيهم ومخرجهم ومعزادين عليه وحنين فيهم ضباح ذاش العام وأنا معاه ما خصني والو من ناحية المكلة ولا اللبس اللي ما تشري لي حتى كيش حفني عليه ولكن الحانان والمواسطة واللا تمرضي ويقف حدا راسك لا ما كيناش طبيب شفته تخيلوا معايا في زوج أحداث في حياتي معاه ايها في حمالتي اللولة والثانية اما اذا مرت را ما كنشوفش طبيب الدواء ما تيجيب لي حتى كنسخف عليه وهو إذا نغزيته أو لذراته غير ضريصة كيمشي كي يجري اللي عنده ومهلي فراسه والمخيرة ليه والماركة عليه النهار كان بقلي فرحانة ينكدها عليا أنا وياه حاليا ما تنهضروش وعزلي الفراش على بضياتنا تنوض مع وليدتي السباح كان وجد لهم ذاكش اللي غير ديوه وكان بدليهم وصفتهم أنا تنوجد الفطور وكان رجع نجبد عليه بنعسا او لا مرة نعس مرة نبقى فايقا ولا ندير شي حاجة نص داع ما بيني وما بينه خرجنا غير تقداو وبركع لي بس السبان وقال لي يا هادرة عم مرئي سمعتها من قبل من عنده قال لي انتي زوينة بعدها مني جاك الزين كنت شوفي للياتك كيف دايرات والفورما كيف دايرة وانتي عاجبك راسك أنا بغيت مرة اللي نضربها وتحني الراس نغوت عليها وتحدي الراس وما تجاوبنيش قلت لي وش انت مريض را ما كيناش هادي قلت لي أنا ماشي من ذاك النوع أنا ما تنبغيش الحجرة والظلم ورغم انه وش حال مرة خليت ودار اللي بغى وحنيت الراس وزد داك الأسبوع شدني ودك دقني بلعصاها وزرق لي الحمي والسبان في عائلتي في أخوتي اللي مصرفين في غير الخير ولكن قدامهم مكيد زعزعش أخوتي ما قدرش نشارك معهم هذا الأمر وليدية كذلك وليدية ناس علاقة للحال ما نقدرش نرجع لهم حيزاش ولادي مولفين مستوى كبير ديال المعيشة أنا ما نقدرش نوفروا ليهم إذا فرقتهم على أباهم أولا تضغط علي باش يديرني تحت صباط وأنا ما بغيش نحنل لي الراس أربي اللي يعلم بيا راني عاوت لكم غير شوية بزاف حيزاش ما بقيش قد نصبر وما عرفش أش من حل ندير من قصة هذي بغيت نقول كل مستامعة اللي ما زال على طرق الزواج ما تزربيش على الزواج واختاري بعناية استخرموا لنا أول اول أنا اليوم ما عرفش شنو غادي ندير في حياتي واش نخليه اولا نكمل معه هذه هي حكايتين وهذه كانت حكاية إحسان إحسان أنا تقول باللي أن هذه العلاقة خاصة فقط الحوار وتضعوا النقط على الحروف العلاقة بالاحترام هي علاقة مسمومة وغادي تسمم لنا حتى وليداتنا فشحنا كانت دابزو ولقاع كانت تشانقو كانت سدو على وليداتنا في شي بيت ولا كانت خرجو لشي خلافين كانت تناقشو اللقطة اللي قلتي لي فيها وولدك يتحمى مع أبا عليك لا أعجبتني لأنه الطفل بالنسبة لي يدير صواب حيث شاف من القدوة اللي هو أبا هاد الأمر بساطة خاصة تقسم على الشريك دي لحياتك فجومه لائم وقابل الحوار وتقولي شنو ضاروا من جهتك والسبب لي سيخليه يديرك بحلاكة حتى أنت كذلك تقولي شنو اللي ما تعجبك وشنو اللي يضارك في قلبك هكذا ستنقضوا لمبيناتكم حيث لا يوجد أي مشكلة كنقدرو نقولوا عليها الطلاق مدم عيشة معها مزيان ولدتك عيشين معهم مزيان خاصة ضروري تلقاي شي حل وساطي وأكيد ما عندوش الحق أنه يضارك ماشي من حقه لا شرعا ولا قانونيا ولا حتى منطيقيا اللي بغيت نقوليك إحسان في من هاد الحكاية أنه أو اللي احتل أي وحدك يسمعني أنه كلمة الطلاق ما تنقولوهاش في أي ضرف كلمة الطلاق ما تنطلقوهاش في وقت العصبية ولا في أي حاجة كلمة الطلاق ما تنطلقوهاش فيما يمكننا أن نقادين عليهم تأكدين منا ما نعودوش للأذن ديال رجلنا وديال مرتنا أنه نقولو لها أو نقولو ليه طلقني لأنه كلمة الطلاق ماشي لحبة أي وحدة مقبلة على الزواج أنا بغيت نخليليها واحد الأمانة وديرها حلقة في ودنها قبل ما تتوجيخ هذه ديري عاهد أنت وهد الشريك ديال حياتك أنه يوقع مبينتكم اللي يوقعها كلمة الطلاق عمركم ما يجبوها على فمكم تقاتلوا تشانقوا تصالحوا ولكن كلمة الطلاق ما غاديش تبدوها على فمكم إلا إذا كانت غادي تطبقوا والصلاة عنها بي هذه قاعدة أنا متبقى في حياتي لأنه أستغرب بزاف من هاد الناس اللي تيكونوا تيقولوا ليرا كانت تخصم مع راجلي ولا كتشوف فيها غير غير بالضحك كتلس وتقول لها تلقني ولا هو يقول لا تلقيني ولا هادك رأيتم بحد ذاتها أنك تقولها هو غير بالضحك فهذا رأيي والله أعلم حتى نشوف تعليق أجيلكم شنو فيهم سمحوا لي لأنه ما بنش لكم اليوم بوجهي قلت لكم غير صبروا معي لأنه كل نهاره قلتوا فالمهم هو الصوت وليس الصورة دمتم في رعاية الله وحفظه خلوا تعليق جميل الإحسان اللي تقدر توري لها الطريق الصابر اللي تقدر تمشي فيه في حياتها دمتم في رعاية الله وحفظه تلقوا ربما بعد غدا إن شاء الله وسلام سلام